بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بحضراتكم مع طاقة أمل جديدة وطاقة نور جديدة ما زلنا مع شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركات شهر العطايا والنفحات شهر المنح من رب الأرض والسماوات لأمة سيد السادات صلى الله عليه وسلم للوقت يا جماعة مع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخف فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل إن مرء صائم إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمصائمي أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك إن مرء صائم نعيش مع الكلمة الجميلة دياً إن مرء صائم إن مرء صائم ذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرتين اثنين أولاً علشان الإنسان الإنسان الصائم يذكر نفسه إن هو افطاع ربنا سبحانه وتعالى إن مرء صائم وثانياً علشان يفقر اللي أدامه إننا افطاع فلا تفسد علي هذه الطاعة إن مرء صائم علشان كده يا جماعة إحنا بنقول عفة اللسان وعدم إطلاق العنان لهذا المخلوق الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين إلا ربنا امتدحهم في صدر صورة المؤمنون أن لنقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون يعني بيبتعدهم عن قول الزور يبتعدهم عما يغضب الله تبارك وتعالى من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ورب إنسان ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش يعني ممكن سعتق تفضل طول النهار من أذان الفجر إلى أذان المغرب جعان وعطشان وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذا الصيام لماذا؟ لأنك لم تصم لله تبارك وتعالى حق الصيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوات ربي وسلامه عليه إن في القنة في غرف يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورها فقال الصحابة يا رسول الله لمن هذه لمن الغرف ديتها تكل من يا رسول الله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعلمنا الأدب ويعلمنا الأخلاق ويعلمنا إن إحنا يتحكم في المخلوق اللي سنده هو اللي كان سيدنا أبا بكر رضوان الله عليه يضع حجرا فيه فيه في فمه بيجيب حجارة كده يحطها على لسانه علشان ما يطلقش العنال لللسان ده إنه هو يتكلم في أي كلام أو يتكلم في أي لحظة ليه لإن اللي سنده هو ممكن يخلي الإنسان في طاعة لله تبارك وتعالى وممكن يخلي الإنسان في غضب من الله تبارك وتعالى فالصحابة رضوان الله عليهم بلو يا رسول الله لمن يا رسول الله الغرف الجميلة إلا حضرتك شبهتها الندية يا رسول الله فقال لمن أطاب الكلام يعني إلا الكلمة طيبة إلا الكول معروف إلا الكلمة حسنة زم ربنا سبحانه وتعالى نرب لنا المثل في القرآن بالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أقلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام الصدقات يا إخوة الإيمان ونحن في شهر الخير والبركات وأدام الصيام الصوم الحقيقي لله تبارك وتعالى مش معنى أنك انت ممتنع عن الأكل والشرب يبقى أنت كده صيم لربنا سبحانه وتعالى لا أنا عايزك تصوم لربنا سبحانه وتعالى بالجوارح والأركان والابتعاد عن الشهوات قبل أن تصوم لله تبارك وتعالى بالامتناع عن الطعام ونعم الله وقرم الله تبارك وتعالى من أكل وشرب وأدام الصيام صلوات ربي وسلامه عليه علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إني مرء صائم إني مرء صائم ولذلك سيدنا إبراهيم بن أدهم رضوان الله عليه جاء إليه يهودي قال واحد يهودي وحبي يستفزوا باللغة بتاعتنا ويخرجوا عن شعوره ويفسط صيامه ويفسط الطاعة بتاعه علشان كده بقولك احذروا انت في رمضان إن حد يفسط صيامك أو حد يخرجك عن شعورك افتقر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم إني مرء صائم إني مرء صائم سيدنا إبراهيم بن أدهم قالوا اليهودي وتخيل نفسك كده ما كان سيدنا إبراهيم رضوان الله عليه يا إبراهيم ألحيتك هذه أطهر أم ذنب الكلب يعني اللحية بتاعتك دية أطهر ولا الزيل بتاع الكلب ده هو هي اللي أطهر فتخيل رضي سيدنا إبراهيم بن أدهم إنت أنا عارف إنت لو ما كانوا كنت هترد إزاي كان ممكن صيامك والعياذ بالله يفسد ولكن تعلم زمهو تعلم من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنهو ما يحركش اللي سنده إلا افطاعت ربنا سبحانه وتعالى لإن إحنا أصبح عندنا في المجتمع أصبح هناك شهادة للزور وأقوال للزور أصبح هناك غيبة ونميمة إلى غير ذلك من أشياء نهانا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رد جميل أوي قال له والله لو اللحية بتاعت دهيا إن شاء الله هتكون في الجنة فيا أطهر من ذنب هذا الكلب أو من زيل هذا الكلب وإن كانت في النار فذيل الكلب وذنب الكلب أطهر من لحية إبراهيم بن أدهم تخيل هذه الكلمات الجميلة وهذا الرد الجميل فما أن كان من هذا اليهودي إلا أن قال والله ما هذه بأخلاق أشخاص عاديين ده مش أخلاق شخص عادي ما هذه إلا بأخلاق الأنبياء لأنه اقتدى بصحابة سيدنا النبي وصحابة سيدنا النبي اقتدوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي جاي علشان يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة علشان تكون جنبه صلى الله عليه وسلم لما تصوم صح إني مرء صائم فتدخل جنان ربنا سبحانه وتعالى اللي فتحها لك في هذا الشهر الكريم مش أي باب كمان لا تذكر معايا إنك إنت هتدخل من باب خاصة الخاصة اللي هو باب الريان أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن صيامنا له سبحانه جل وعلا وأن يعيننا على الصيام وأن يرزقنا رمضان أعواما عديدة مديدة وأن يرزقنا الدخول من باب الريان إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته